في البداية سيناء بتتميز بإيه فيما يتعلق بالمحاصيل هي المحاصيل الاستراتيجية الأساسية اللي تم اختيارها للزراعة في سيناء وعلى أي أساس بتراهن الدولة عليه الحقيقة زي محرك أشارت هي الدولة بتشهد طفرة في التنمية الزراعية على مستوى يعني كل بقاع مصر وسيناء بالأخص طبعا يعني تمتوحها بميزة نسبية لجواها وأرضها الحقيقة المحاصيل من خلال رؤية وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في تنمية سيناء خصوصا التنمية الزراعية احنا لما بنيجي ندرس المكان بندرس الميزة النسبية بتاعته الجو الأرض المية وبالتالي بيتم اختيار المحاصيل المناسبة لهذه العوامل الحقيقة سيناء ربنا سبحانه وتعالى حباها بالكثير والكثير من المميزات أرضها الخصبة جوها المعتدل الحقيقة اللي بيجود فيها أجود أنواع المحاصيل الزراعية وأهمها طبعا الزتون يمكن من المحاصيل الرئيسية اللي بتعتمد عليها الدولة وفي تنفيذ رؤيتها لتنمية الزراعية في سيناء ومن خلال يعني العديد أيضا من البحوث اللي تم إجراءها لقينا أن الزتون مع بعض المحاصيل هي من أجود المحاصيل اللي بتجود في سيناء وعشان كده بدأنا نشتغل عليه ونزود القيمة المضافة بتاعته من استخراج الزيوت اللي بتعد من أفضل الزيوت على مستوى العالم وطبعا وفقا لرؤية الدولة المصرية وتوجهات تملي فخامة رئيس والقيادة السياسية بتعظيم المنتج الزراعي وإضافة قيمة مضافة للمنتج لتحقيق أعلى معدل للربحية للمزارع ومن هنا بدأنا نشتغل على المحاصيل زي الزتون زي محاصيل الخضر التين الخوخ أيضا بتجود في سيناء برضو محاصيل يعني زي المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الزيتية الأمح الشعير الحقيقة كتير من المحاصيل بتجود في أرض سيناء نظرا لتمتحها بميزة نسبية زي ما أشارنا في بداية اللقاء